السلام عليكم إن شاء الله قاملتكم بخير وعلى خير وفيديونا اليوم يلقاكم كامل هنين ومتهنين نصليوا على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلوات والسلام فيديونا اليوم رح يكون مقسوم بين القاطو بين الفطور وبين تقلاش ودلال للأطفال واش نحكي لكم آراكم ومعايا في الفيديو رح نشارك معاكم أولى حلوياتي اللي درتهم وكيف كيف أفكار خفيفة ضريفة الفطور تاع هذا الأيام على بالي بلي كامل مناش قاعدين الاشتاء اللي كملت القاطو رح يخلاص عجزة على الفطور تقول لك المهم ندلهم حاجة خفيفة ضريفة نكسره بها الصيام ونفوته رح نبدأ معاكم بحويج القاطو أنا حويج اللي شريتهم هذا هما شيت بطاة معجون بطاة على بالدي جا عندي بطاة واحدة أخرى شيت شوية تعلوز لي كيسات لورقونزا شريت زوجباكيات ما مكانش كيماراكم تشوفوا مكانش حويج بزاف لأنه دي جا عندي في الدار يعني عندي شي كولا المكسرات الأمورات هذو كامل عندي كنت شريتهم مع القضية تع رمضان كيما قلت لكم يعني ليت فرجوا لهذاك الروتين قضياني تع رمضان كنت شريت حويج هكا قلت ندير بيهم الصهرات ويفضلوا لي منهم منني يلحق علي العيد لحب ربي مانيش راح نشري بزاف حويج وبالفعل كيماراكم تشوفوا ومبعدكش مخستني حاجة هكا صغيرة هاني نخطفها هذا ما كان الحاجة اللي ولا اللي بديت بها هي المقروض بديت بالمقروض بسستو ومحرتو وما نكذبش عليكم يعني ما خليتوش يرتح نهائيا هو الفايدة تاع الراحة تاع المقروض هي انو يشرب المتاع ويشرب لبسو استاع ويعني باش يجينا مليح صرتو الأخوات المبتدئات ولا الأخوات اللي ما ينجحش معهم المقروض متبعوش طريقة تعيلي راني حنشاركها معكم في هذا الفيديو تبعو الطريقة لي بارتاجيتها معكم في الوصفة اللي حطيتها لكم وصفة مفصلة الغاية من من العجين تاع المقروض يرتاح كينا نبلوه ومبعد يزيد يرتاح كي نشكله هو انو كي ما قلت لكم يشرب لما في غرضو لانو السميد مام اذا كان يشرب نزيد ونخليه يرتاح لانو رح يزيد يشرب حيزيد يشرب مهما كان النوع تاع السميد مليح ولا مش مليح يشرب ولا ما يشربش وكي نشكلوه كيف كيف نفس الشي رح يشرب ماهب سوسو وفي نفس الوقت رح يحافظ على الشكل التاعه ولهذه الرشمة المهم ان ايه هنا يا حكم تبسست السميد التاعي سميد نديرو ديراكت ما نكذبش عليكم انا ما نغربل ما نكذب عليكم دائما نقولها لكم نقولكم انا يا كين سميد تعيك نجيبو نغربلو نحي منو اذا كش ما كان فيها خيوط تاع الشكاير هذو كتاع سميد ولا افرات ومبعدا نحي ديراكت ما ننقص منو هذك الارطب واذا كان رطب بزاف 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 لازم نحيه بش ما يولي نشكل كسره هذي هي المهم كيلت كي ما شتو ثلاث كيلات سميد بكيلات عيدام نفيضو هذك اليدام انا هنا يفيضته وابلا ما نزيد عليه الزيت اليدام كي ما بغيتو مارغارين اسمن وشو بغيتو تديرو ديرو ومبعدا اقول لك للغرس الغرس كنت رحيتو في دارنا الغرس اللي نستعملوه منستعمش الغرس الواجد الغرس الواجد تلقو فيه هذك النواي ومكسر تلقو فيه الشاب وتاع التمر ما تلقوهش يعني نضيف هكا كي ما خدمتي يدك الواجد يعود ياكل في المقروض هكا يكسر ضرسه في طريقه غير من هذك النوايو المكسر لي يرحيوه مع التمر حكمت عجنتو ودرت معه اسمن دوره في الغرس انه يخلينا الغرس تاعنا بطري وما يحجرش وما يبسش هذا هي وفي نفس الوقت اضطر يتوب الماء والمزهر وما يكثروش المزهر باش ما يشقق ما يشققلناش المقروض والمقروض على ما يشقق هذا السؤال اللي يتعاود بزا في الشقق ينكثروه الغرس ولا نكثروه بزف زف زف زيادة عن لزوم المزهر خليت السميد يرتاح ووجدت الغرس ومن بعدها رحت وجدت السمن تاع الغريبية كما تدرت كماشته كاس تاع السمن وكاس غير ربع تاسيكري غلاس ونحاول انه نخير النوعية المليحة تاع السمن باش الغريبيات تاعنا ما تتشققش يعني شورتو اللي ينطبعوها اما هذك اللي يديرها باللمبوت ولا يديرها كم دورة وتحبيها مشقة هذا هو السمن اللي تحوسي عليه انت اياه من جهة طلعتهم وحطيتهم في الفريجيدال ومن جهة قليت الفارينة اللي باش نديرها في الغريبية لانه الغريبية احنا نديروها بالفارينة المقلية ومن بعدها رجلت للمقرض شوفوا يعني هكا خليت المقرض يرتاح والوقت اللي راه هو يرتاح روحت ربحت الوقت ثاني في وصفة واحد اخرى اللي حتى هي ترتاح هكا باش كي نكمل المقرض نرجع لها هي حبيت نبدأ بهذا الحوايج الخفاف وفي نفس الوقت راح نخطف نوع من انواع تاع الحلويات وكيما قلت لكم في الروتين اللي فات للحلويات اللي راح نديرهم كامل اللي خيروهم زوجتاعي وولادي قلت لهم هني وني هاد الخطران لانه ما نيش حب نكسر راسي بزاف في الوصفات ولا في الانواع تعلقاته راح ندير هي على كل حال دائما ندير الحلويات اللي ناكلوهم واللي يتكلو حوال الحلويات هذو كتا البريستيج بزاف انا ما نبغيهم شما نكذبش عليكم وفي نفس الوقت نبغي الحاجة اللي نفوت بها الحليب تاع الصباح والحليب تاع العشية كيما راكم تشوفو هنا راني شكلت المقروض كملتو جاني بلاتو بالتمام والكمال كيما راكم تلاحظو والكمال لله سبحانه وتعالى المهم درت الكيلة قيسي هذا مكان اللي تحوس على الكيل الصغير عليك وعلى الكاس ثلاث كيلات تاع كاس وانتي ثلاث كيلات وانتي يدرتي بلاتو كيفيك ويوفيك صرتو لك وانتي راسو رويس وما عندكم حاجة في المقروض غير باش تمدي منه الاحباب حطي تويطيب ما خليتوش يرتاح حطي تويطيب عاودت رجعت الغريبية عاودت ضربت هذا كسم النمليح لازم نضربه باشي عاودي خفاف في نفس الوقت الفارينا نتاعي اللي قليتها كانت بردت يعني هكا راح نخدم بها وانا رايحة شكلتها راح نشكلها بهذا الطابع كنت حبا نشكلو بهذا المول المول اللي راه مدير روتراند او مدير ضجة كبيرة ودي جاي حطته لكم مريم في قناتها مي جاتني نحبها شوية كبيرة هي باهية سامبل وباهية لكن جاتني كبيرة قلت ندير بالطابع التاعي حبته ضريفة خير وخير الحلويات نحب هم يكونوا الحبات التحوم متوسطين هكا صغار يكونوا ضراف يعني راهوا قاطو ما هوش كاسكروت كيما راكم تشوفوا شكلتهم راه هم يهب لو تشوفوا المنظر التحوم يسخف يسخف حطي طوي طيب 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 شو نقول لكم جا ما شاء الله ومن بعد ذلك نشارك معاكم التاتيم ما نتعاو من الجهة راح نوجد النوع الثاني تاع القاطو حكمت ادرت 150 قران تاع المارغارين درت معاها كاس غير ربوع تاع السوكروغلاس وصافرت احبه بيض ودربتهم عبعض هم ليح رشا تاع الملح ومن بعد ذلك راح نزيد عليهم كاس غير ربوع تاع الماي زينة ونشيح بالفارينة هذا الوصفة كيف كيف راني خاطتها لكم في القناة اللي هي حلوة القاطفة وكن درتها لكم ثاني بشكلين يعني يديريهم بشكلين ويجيوا بذوقين الحشو هو نفسه بالصح التغليف يكون مغاية صدقوني البنات من ارواع الحلويات لتقدري تعتمدهم في كل مناسباتك واعياتك ماشي غير في الاعياد والحمدلله اللي جربوها راهم عادوا حتى هما معتمدينها ديما في العيد يديروها واللي جربوها ثاني ونشحوا فيها مؤخرا راهم فرحانين بالنتيجة بين خوسين اللي ما نشحوش في الوصفة قتل جانتني يا بسا شوفوا البنات ما تقولوا ليش تبعنا الوصفة بالتفصيل مستحيل تكوني تبعتي الوصفة بالتفصيل ويجيك هكا تجيك نتيجة ما هيش أبارويلة تكون نوعية من الانواع اللي درتيهم بتاع الفارينة ولا حاجة من المكونات ما هيش مليحة هذا ما كان لكن الحمدلله الوصفة المعتمدة لي من سنوات مني كنت صغيرة كانت تديرها ما يمتيك كبرتوا وتنديرها في داري ومتتبعاتي كيف كيف داروها ونشحوا فيها والحمدلله لانو كي نحطوا وصفة ومثلا نقول لك شحال دائجات فيها من حبة ونقول لك وش تديري وش ما تديريش ومبعدها في التعليق نلقى من فضلك شحال خرجتك من حبة وانا قلتها في الفيديو ولا ملاحظة تقسيني عليها اذا تديريها ولا ما تديريها شو ما انا ذكرتها في الفيديو يعني مستحيل انك تكوني تفرشت الفيديو بالكامل دائما نقول لكم الروتينات سوطي وهم وزابي وش حبيتو بصح الوصفة تضحط لكم خاصة انت الحلويات على الجنواز الأمورات هذو متراطي وش ما تزربوش خطرة تزربي راح تفوتي معلومة من المعلومات اللي تكون فايدة وصير من أسرى النجاح هذه الوصفة ويعني راح يتسرمين في الروتين ديفوه هكا نكون نحكي على حاجة معينة ولا معلومة كيف كيف يفوتوا 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 بعد يقول لك اها بلك هكا بلك هكا وانت كي ديشا كي اذرتي بالفيديو وقلتي على واش ولا السبب ولا المهم كينا هذي رانا تعودنا تعالي يفوتوا الفيديو ومبعد يسقسيوك على حاجة راكي هادراتيها فيه بالنسبة للحشو حكمت درت الوز ودرت نوات كوكو حلوة الطرق والكاكاو ولميتهم بالمعجون شكلت الحبيبات هذا الخطر بالدرت للشكل درتهم مدورين واعتمدت الوزن لي كنت نديرهم لي سيقار ميجاتني الحبة شوية كبيرة المهم اذا حبيتوا تديرهم مدورين لحشو اوزنوها على خمسة والعجينة اوزنوها على خمستاش باش اجيكم الحبة عشرين قرام مع ترمدوها بعد ما طيب كيمشتو كنت قليت هذا كنوات كوكو مع الكاكاو اوزنوها عندكم شوكولاتة على الحليب كيرمتهم والحبة بزاف كبيرة كما قلت لكم انا احبتها على القطو نحبها تكون متوسطة شوية مقدرة ماشي كبيرة 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 المهم شوفوا وش سرع لي اللغريبية اللغريبية عاوية ترديتها للفور والفورش سرع فيها ما سرع كما رأكم تشوفوا وما تشققت لان نوعية عسمين اللي خدمت بها نوعية مليحة المهم انا لازم كل عيد ندير ديقة في نوع من الانواع على القطبات وعاودتوها البنات وزيدت حركتوه من تحتها ومع اني كنت واكفة حقها واكفة كي شون بيت قدم قدم الكوزينيار وهكاك وزيدت حركت حبات من تحتها ما فهمتش وشراه وصاريني انا قلت لكم القطبات سنارة ندير فيه بالصيف على عروحي بالصيف على عروحي ان شاء الله برك يخرجوا على خير وفرات هيا وصل الوقت اللي ندير فيه بوز باش نروح ندير الفطور وليامات هاتو كما قلت لكم يا الله اللي كيد غدوا العيد المهم اقسمون نهاركم حاولوا تبكروا شوية جوايه التسعة العاشرة هذه ابدأي اونقاجي في القطبات بيد ما تفرزي دارك وكل شيء تروحي تونقاجي في القطبات توصل هذيك الربعة ونص الخمسة غيراش الخمسة ادخلي الكوزينة انتي اصلا كيف الكوزينة اصدميع الفطور ديري حاجة خفيفة الفطور وفرات هاذا نهارها من الشرطو قالك ديري لنا تحلية ديري لنا تحلية قلت لهم فلو بغيتوا تاكلوه ولا تقودوا قدام وتتفرجوا ديت لهم شوية فلو كارامل عندي بطاطايا ورتقو كارامل خلطها معها بش تمدي يعني بدنا زيادة والفطور كما قلت لكم هندير حاجة عليها ليه حاجة قفلي ليها الكوكوطة وفوتي من هيها حكم جيبت زوج كويسات درت عليهم درت الزيت ورقة عرند زوج سنينة تعثوم ملح ولفل لكحل هذا ما كان الجيش تقفلي عليها الكوكوطة ربوع ساعة خمسة عاشرة دقيقة حسبيها بتليفونك حسبيها بساعة كي حسبيها بغيتيتيا خمسة عاشرة دقيقة حل عليها وبعدها زيادة لها البطاطا حاجة ما تضيش معك الوقت خلاص يعني الفطورة هذة اليامات تحاول انك تخصيله ساعة ساعة ونصف هالباقي يربي لك يربي لقاطو صورتو اللي يخلي ولقاطو اللي يربي لقاطو اللي يربي لقاطو يعني الناس اللي تحب لقاطو تحاجدت يومين طبقي عليك السوق ما تطوليش خلاص يومين ثلاثي ايام بالكثير تكملي يبقى لك هذا النهار والنهار الخان يا ربي تلتي فيهم من روحك ترتاحي تطلعي ثاني في الدار مع ان الدار انا متهلين فيها يوميا نفرزوها يوميا صباح ونص نهار وعشية وما يبانش علينا ما عادش المهم نجيها روحت نقشر البطاطا بالسكين انتاعي اللي راح لي للأسف شديد رمضان هذا نصم معني راحو شوفوا عندي رمضان فوتو على خير ورمضان اللي وراه نص الدنيا تتهرس لي ما عمباليش على واش المهم شوفوا لا سير يتعلم ما استعي بقتلي منه شاقور بقتلي منه موس كبير هذا ما كان باقي كل راحو هذا راح الاخر طاح لي هكا الطق بتكسم على زوج ان شاء الله بركني قتيما هما وخلاص لانه ماضيين يهبلوا كنت شريتهم نظن عندهم حد الربع سنين هكا كشيتهم قبل عيد الكبير ما سرالهم والو محفة وما قاعدوا ماضيين كيما شيتهم من اول مرة ان شاء الله بركني نلقى هذي كلاماك المهم قصيت الباطاطا وجتها الوقت اللي طيب فيه الجاشتاعي من جهة راح نوجد شكشوكات مرة تندير حميس مرة تندير هذا الشكشوكة ولافت تضوك تيراج لك حاجة وعجبات وخلاص بصيتي بيها بصيتي بهذيك الوصفة بصيتي 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 اكلة بولادك هكا صلانية نمع الشكشوكة هذي نحكي من نقلي الفلفل ونبدأ نزيد نقلي عليه طماطم هذا مكان ملح وفلفل لك حبي تزيدي معها سنينة ثوم تقدري تزيدي سنينة ثوم نورمال هنا الجاشتاعي راهو طاب كي ما راكم تشوفو طاب لي زي بدا راح نحيه وفي نفس الكوكوت كنت ديرت معها ثانية دي طرنشة القارس كي ما راكم تشوفو يمد وحد البنة ولا اروة يمد البنة وطارة ولا للقارس يعني الناس اللي ما تحبش لها موطار دفي بلاستو ديري القارس قلت لكم في نفس الكوكوتا وفي نفس الزيت راحكم تشوفو بلي شوية زيادة الزيت اني درتها بالعاني باش كي نلوح البطاطا تكون هذك هو كشغول نقليب البطاطا في وسط الكوكوت نخلي هذيك الورقات على الرند ونخلي هذك الثوم ونملح البطاطا ندلها الملح والفلفل لكحل ونعود الرجحة وشيهو نحيو هذك القارس ونقفل عليها الكوكوتا ما تدري لا ماء لا والو ما تدريش الماء لانه لو كان تدري الماء تولي البطاطا ذيك شغول مرقات على بطاطا نقص عليها النار غير تهز التصفير على الكوكوتا تاك نقصي خلاص شمعة وخليها حسبي لها واحد العشرة دقائق هكاك ولا اربع ساعة عشرة دقائق بالكثير يعني اذا كانت الكوكوتا تاك مطيبش وحلي عليها وهي واشطا يعني نص ساعة راح توجدي هذا البلان اسرع من هذا الاطباق ما كانش وراح الرافق معهم دي ساندويتش تاع البانيني حكمت جبت الخبز تاع البانيني واجد من جهة جبت الباتي تاعي حكمت ارحيته الوصفة بالتفصيل تاع الباتي راني مشاركتهاش معاكم في فيديو مفصل لكن بإذن الله راح نشاركها معاكم في فيديو يفوت رمضان بارك ونرتاحه ونشاركه معاكم كنت ديرته لكم في روتين تاع دخول المدرسة مي بإذن الله راح نعوده لكم وصفة مفصلة لانه صح صح راح ينافس الباتي تاع الاسواق وماكيش راح تعود تستغناء عليه لانه جيك بنين بنين كيما تعبرها انظف من تعبرها اكثر من تعبرها حكمت حمصته شوية في الزيت كيما شتو وبعدها جبت لي ساندويتش كيما راكم تشفو راني ندير فيه هو الفرماج عادي وفرماج رابي ونحطهم في البانينوز درت زوج بالباتي وزوج درتهم بالطوم هكا كان نوع زعمال أذواق وكنت زاودت المومة لحام على الكويس والباتاتا لانه كيما قلت لكم انا طيب قيس قيس ما نكثرش وفي نفس الوقت كانت لاسوب خلصت لي على الاقل وراء الفطور يحب يأكل كيما قلت لكم احنا ناكلها منها جوية اثناعش هذيك منها سحور ومنها كشغول نعاودون تعيشها او لا حاجة كيما هكا وهذا هو الفطور تعيره هو واجد كيما راكم تشوفوا ربي يدومها نعمالية وعليكم ويحفظها من الزوال مع كسرار خساس وربي ارحمته البطاطا كيما قلت لكم جي طيبة زبدة وجي ابنينة جي محمرة كيما بطاطا كوشة تقريبا بناتش نحطوا بطاطا كوشة وتتحملنا بها بالبطاطا في الفور هذي حملناها على السريع كشغول بطاطا كوشة سنك سنك في الكوكوتا عشاق البطاطا كوشة راح تعجبهم وما من لي ما يحبوهاش جربوها وردوري بالخبر ماهيش راح يجيكم ناشفة كيما البطاطا كوشة ميبنتها جيبنينة كيما هي وبالنسبة للصهرات تعب السيف كيما قلت لكم درت لهم حاجة خفيفة ضريفة وبعدها زينتها لهم شوفوا لعبولهم على التزيين زينوا ديكوري وحطوا لهم هذو كليبلا وشو نقول لكم عمروا لهم الطاب لبسطحونه وبليبلا عيتبان لهم ما نعفوش درتولهم مع التاي اللي ما ما يخطانيش إذا ما طيبتوش نقول لزوش تعي يجيبوه لي من برا خاصة مع الأيام الأخيرة وهذا هو فيديونا هاليوم هذا هو روتيني لنا هاليوم إن شاء الله يكون عجبكم تكونوا استفدتوا معايا وستمتعتوا في الفيديو ودائما نقول لكم ركزوا مليح في الوصفات باش تنجحوا في الوصفة متعبوش عليها على الباطل هنا ما بخالي غير نقول لكم اطهلاوا في رواحكم ونتلقوا إن شاء الله في فيديوهات ووصفات وروتينات قادمة إن شاء الله في أمان الله